أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية اليوم الأحد وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وأشرت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى تشمل خدمات تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإختار والمتابعة السنوية مؤكدة أن المنصة ستسهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وتتيح التعامل إلكترونيا من دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات كما أعلنت الوزارة طرح 1124 قطعة أرض صناعية جديدة من خلال المنصة الرقمية بـ 14 محافظة على المستثمرين بمساحات متنوعة على مساحة إجمالية تصل إلى 8.5 مليون متر مربع تقريبا بأنشطة مختلفة والطرح سيكون اعتبارا من الأول وحتى الثامن من شهر سبتمبر